على قد الهي على قد الهي على قد الهي على قد الهي ياه دم البدري بدري والأيام بتجري سهلا نجيكم حلقة جدا بدنا بيجنا على قد الهيدي حتى في رمضان وقرب العيد الله على الشعب حتى في رمضان وقرب العيد شعب الوحدي كده ماشاء الله طيب احنا دلواج طبعا في الكحف والبسكوت والكلام ده إسا مستمرين والنهاردة هنعمل حلويات من دولة المغرب يعني بنحاول كده نتقرب بس من بعضنا ونغش من بعضنا شوية حلويات بحيث نكتر كل واحد ما يبقى عنده بسكوت دولته لا عنده بسكوت دولة العرب كلها كل اللي عنده عيد بناخد منه شوية بسكوت بس الاول نقول سأل العمرة بسم الله ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب أسد الله ولا سيف الله المسلول ولا زنورين هنتصل على 1775 أو زل 909 175 أو نبعد رسالة على 1775 بس كده نيجي ما دلوقتي هنعمل ايه الكحك الكحك بتاع المغرب احنا بحاول نتقرب ليه هو حاجة شبه المعمول بس هو عندهم كحك برضه مش المعمول اللي احنا بنعمله في القلب بتاعه بصوا بقى ترقيتهم شكلها ايه يعني هي شبه بتاعتنا بصوا كل الدول العربية كل الكحك بتاعها شوه بعض كل القرائش شوه بعض بس يعني اختلاف بواسط جدا فانا طبعا بنقي من كل حاجة حاجة مختلفة عشان بقاش كل ايام شوه بعض لا يبقى كل يوم في حاجة مختلفة فالنهاردة مثلا كان دروة المغرب عندها الكحك بتاعها بيعملوا بالزبادي ازاي يعني عندها تلات كبيات من الدقيق عليهم كباية ونص من الزبدة معلقتين سكر بودرة علبة زبادي علبة علبة ومعلقة خميرة صغيرة خلاص دول كده الكحك بتاعهم طب بنحشيه لازم يحشوه لازم يحشوه طمر او العجوة اللي هي عبارة عن ايه نص كيلو من العجوة عليه معلقتين كبار من الزبدة معلقتين كبار مية ورد ارفة وسيمسم وسكر بودرة للوش دي ممكن بتاعتنا فيه ناس يضفوها وفيه لقا خلاص بس احنا بتضفها عشان برضه ايه يعني مغدين من مصر حبتين اه نبدأ بادلوقتي نعمل العجينة بسم الله هناخد ثلاث كبيات دقيق هو ممكن بسياحه السمنة ويجنوها بالإيد كده على طول بس انا بقى معي العجان فمسهل الموضوع انما انت ممكن لو انت هتعمليه على ديك سياح السمنة معلقتين سكر بودرة معلقة صغيرة خميرة ورشة الملح طبعا شكرا الليه? خلاص. آآ بصوا بقى. يبقى احنا كده. آآ المقادير تاني معينا. تلات كبيات من الدقيق. تلات كبيات من الدقيق. معلقة صغيرة خميرة. معلقتين سكر بودرة. ورشة الملح. خلاص كده? هحط لها بقى. هنا عندي علبة زبادي وعندي كباية ونص من السامنة. عندي كباية ونص من السامنة. الزبدة. او السامنة. هنا بقى ما بتفرش معاهم اوه. كباية ونص زبدة على تلات كبيات دقيق. بصوا كل الككب كل دنيا كلها. بسم شوية. كل حاجة بتعمل. ان شاء الله. آآ علبة الزبادي حطاش انت ايه? تلم العجينة ما يطرش مني. وبياخد مية لازم برضو. نجي حبة مية برضو بجريها. هو التلات كبيات بياخدوا حوالي نصف كبيات مية. التلات كبيات بياخدوا نصف كبات مية. بس لما اتجريش العجين بقى. كلهم بيتحكوا على العجين الزغيرة بتاعي ده والله. انا شايف ان هو لذيذ جدا يعني. مستفيد عامل على الزغيرة بس. تعالي بقى سكتك شوية. هلملو عجينته كده بنصف كبات مية. نتظر الدنيا ازاي? ناجي بقى لغاية كل ايه? الزبدة ما تروح آآ في العجين. ناجي بقى لغاية كل ايه. الحاجة دايما اللي فيها زبدة دي ما سبهاش تخمر. ليه ما سبهاش تخمر? علشان زي ما قطركم قبل كده الزبدة او السمنة بتجمد. فعشان ايجا انقوشها او اشكلها بتروح عاملة ايه? تبدأ تنشف معاكي قوي وتشقق. انما الحاجات زي كده لأ احنا على طول. لسا فيها زبدة. لأ لسا خليها شوية. على طول نشكل وبعد ما نشكلها نسيبها تخمر بقى. ماشي? بس كده. يبقى دي كده مقدار الكحك بتاعنا. ناخد بس معلقة دي كده اللي ابن بيها الدنيا. ناخد بس معلقة دي كده اللي ابن بيها الدنيا. بس عجيها نعمة جمدة جدا. نزلها طبق. موسيقى عجيها نعمة جدا. بس ازلت دي نص كبات المية. يعني واخد علبة زبادي. اللي هي نص كباية اعتبر. واخد نص كباية مية. على ايه؟ على ثلاث كبايات من الدقيق. كباية ونص من الزبدة. ورشة الملح ومعلقتين سكر بودرة. تمام كده؟ الزبدة بقى دي كده العجينة. الحشوة. الحشوة عندي هنا. انا بس عايزة ايجوانت عشان اعمل آآ عجينها في بعضها. نا وممكن طبعا لو في العجين آآ بس عايزة دي غسل بعش واش كده. ممكن عجينا بادينا. ناخد نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قادر كده بايه؟ العجوة. موجودة دلوقتي في كل حتة موجودة اللي هي مفهاش بزرة بالشكل دي. ناخدها كده. ناخد عليها حتة زبدة. شوية قرفة. مش بكميات. مش لازم كميات. شوية سمسم. ومعلقتين ميت زهر. هم بقى بيحبوا ميت الزهر وميت الورد جدا. يعني كل بلاد الشوام وكل بلاد العربية. آآ بيحبوا ميت الزهر وميت الورد قوي. كده ونعجنها. بيقى كده بالزبدة هي. لو انت لحظتي بقى ان العجوة نشوة معاك شوية. حطيها على نربع شوية مية الاول. وبعدين نزودينها الزبدة ومية الورد او مية الزهر والسمسم والقرفة. المصريبوس هي بالزبدة بتطريها على طول. بس لو فيه ساعات بتبقى تيجي عجوة نشفة كده. لازم نحط لها شوية مية. حطيها مية وزبدة. وفيه ساعات بتيجي ترية حلوة. فقال بكم بقى خلطة القرفة مع مية الورد تحفة. حتى حلو جدا. يعني ما ديها حاجة كده جديدة. يعني المصريين مش متعودين عليها. نجي بقى هنا كده. ناخد ايه بسم الله. خدت العجينة. نحتاجة تنشف شوية. حاستة كده. عشان هي فقدت شوية من دي بتاعها. وخلط بقى عمال ايه. يقلب بنفسه. بنعمل ايه بقى؟ بنغض حتى كده من العجينة. كده. الاحسن ان حد يكور العجوة دي كور صغيرة كور صغيرة. يعني تعملي كور 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 كور. ما تحتاجش كور شوية قطعي. وتروح يواخدها وحطاها جوه. الايه العجينة كده. نعم. حاضر. كده. ايه. مش عزاج دي قوي. يعني ما تكون صغادنا كده احلى. ماشي كده. ايه. اه عايزين سجد. ايه ده هو المغرب عندهم سجد. في المغرب عندهم سجد. ولا بعملق في البيت بس. احنا هنا لازم نستجاد. اه. مستعبطن. اي اصغر عيد روح يا بلا. ماشي? اه هما هما الاغلب اللي عندهم اه مش المنقاش الاغلب اللي عندهم اه هورا هلكم دلوقتي. اللي هي البصامة. احنا عندنا المنقاش ده بتاعنا احنا. بس يا طرى المغرب فيه الكلام ده ولا اه مش عارفة. ثم ايه عندهم الاغلب دي. البصامة دي. حطي كهده دي كده. وان اللي بعرفين دي موجودة بكل حتة. موجودة بكل حتة دي. عايزة ترتاح شوية. طب انا هريحها شوية. وهط لفاصل وان لكم واد الفاصل. الفاصل ونواصل. واتبلوك وداعك و الاردعين. واتبلوك وداعك و الاردعين. على اجل الاردعين. وارجانا من الفاصل. بس انا كده ايه عرفت خلص خلصة هور. طبعا مش هعمل كل دلوقتي. قلم بقى الجران وكل الناس ونقعد نم مع بعض. صدق ان في كل الدول العربية في موضوع ده. يعني في كل الدول العربية في موضوع ان الجران بيعمله مع بعض الكحك. او القرايب يلموا بعض ويعاد يعمله الكحك. يعني انما قولت ايه? انا بصت كده واشوف آآ يعني كل واحد له خصال آآ او لكل واحد آآ ايه الجيد اللي عنده? او ايه اللي بيعمله محدش بيعمله. لقيت الاغربية كله شوخ بعض كله شوخ بعض ماشي بنعمل بقى كده ونسيبها تخمر بنسيبها تخمر وهي كده طبعا بتصغلي عن كده هتكبلي عن كده ان فيه ايه حاجات عاملة شوية بس هتضبط نفسها لما تستوي ماشي وكل وكل صغالكم بتكون احلى بصراحة انا مسيبها تخمر ليه وانا عاملاها زي ما اتفانا على طول ايه علشان هي مليانة زبدة او مليانة سمنة لو سبناها حتشقق يا فلم عجلية كنت عايزة وراها لكم بس خلاص مشت بقى بتبدل عجلها تانية شوخ اجي عشان اشكلها او اعملها في القمعة او اعملها في اي حاجة زي ما قردتكم قبل كده بتبقى ناشفة قوي قوي وبتبضل بقى تتعبنا ان احنا ندعك فيها عشان اطرها من تاني وقدرنا انا اشكلها تمام بس كده دي هخليها بقى اغطيها واسبها تخمر بعدين اسوية بسوى ساعة اتنين كده طيب دلوقتي بقى هنعمل حاجة تانية حلوة برضو مغربية ببشر اللمون دي حاجة شبه بسكوتة وبعدها بنخلصها بنحط لها اسم معين عندهم هي عبارة عن ثلاث كبات من دقيق ثلاث كبات من دقيق آآ كباية من السكر البودرة نص كباية من الزبدة نص كباية من الزيت لاثنين نص كباية نص كباية خلاص ثلاث بيضات وآآ فانيليا وبشر اللمون الوصفة دي بقى هي برضو نسمها اه اسمها الريش بوند صح الريش بوند عالا كون بقولها صحي بس اهم حاجة آآ الوصفة دي حاجة حلوة عندهم بيعملوها بتبقى هي اسمها الريش بوند معنى الريش بوند ايه انا مش عارفها صحي بس هي مكتوبة كده فبص بنش دعوها آآ بناخد ايه بقى نص كباية الزبدة الاول الزيت مع نص كباية الزبدة آآ بصوا بناخد لكباية سكر وكباية دي ربع كباية دي ربع سكر معقولة نبقى حاجة زي البسكوتر ماشي نبدأ نقلبهم دون مع بعض كده بنروحها دي ربع الطير هم لهم كمان بقى يبقى نص كباية زيت نص كباية من الزبدة كباية اللي ربع من السكر ثلاث بيضات ثلاث بيضات ثلاث بيضات طبع من حي دوت المغرب جدا جدا ولوكم يصاهم طيبين آآ ودي بعض حاجات من عندكم كده آآ ويارب بيكون من قبلها صح اهم حاجة بس بشر اللمون بقى عليها معلقة صغيرة بشر اللمون هساح بس الزبدة في الايه؟ في السكر والبيض بعد كده هنتجيها الايه؟ نقول بس الحلقة نستقف الاول ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب؟ ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب؟ أسد الله، سيف الله المسلول، زنورين هنتصل على 1775 أو زينة 909175 أو نبعد رسالة على 1775 خلاص ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب؟ بالتوفيق ان شاء الله نجي هنا بقى نحط الدقيق شوية شوية ثلاث كبايات دقيق معلقة صغيرة من البيكنجيباودر قطعها الاول وبعمل اجهبها عجنت البسكوت بزوج حبة حبة ده بقى بيتعمل ايه كور ستغيرها خالص؟ بتعمل كور كور ويستوى وبعد ما يطلع بقى حولي كرم في ايه؟ محب المزيد لك شوية الفجنة محب المزيدة بقى حولي كوروه بازكوته نعمة خالص؟ محب المزيدة بجرات حوليك بجرات حوليك مش افتجم. ده افتجم ايه? محتاجة دي اتاني. اشان اغرق على البطيق. طبعا ده عارفين بيرجع لان انا بزود او مزودش حجم البيضة. حجم البيضة بيختلف معايا قوي في الايه? اه والمية اللي في الزبدة. بس مش هيجر اي حاجة وانا بزودت دي انا عايزاها بسكتة نعمة. اهلا خلوة كده. بصوا بقى دي. عاجلة نعمة بتلزقشي. بنعمل فيها ايه? اوليكم دلوقتي اشير بسي هنا. كده تلز دي. نجيب صاجة عشان اوليكم نعمل ايه? طبعا بنساعد بعد عشان حاجات دي بقى ايه تطلع مظبوطة وتطلع كويسة ما وتزهقيش لازي يكون حدي بيساعدك. ناخد كورة بص الكورة صغنورة كده اهي كده. بيليا نعمل بيلي. بس بيلي صغنور قوي لا يعني معقول متوسط. نعم? خلصة كلها كده. بشر اللمون فيها بقي حلو جدا. نحطي اعتبر على ثلاث كبيات دقيق. آآ معلقة كبيرة بشر اللموني. هقول تاني انا عملت المقادير ايه? آآ خدت نص كباية من الزيت. مع نص كباية من الزبدة. مع كباية اللي رابعة من السكر دربتهم كلهم مع بعض. وبعد كده نزلت عليهم آآ ثلاث بيضات. وبعدين نزلت عليها آآ ثلاث كبيات من الدقيق معاهم معلقة صغيرة بكنج بودر. وآآ حطيت طبعا على البيت حطيت بشر اللمون. يعني كل كباية دقيقة بتاخد بيضة. كور ده كله كده. هنخلص كل المدهار بالشكل ده. ونسويه. خلاص هنسويه بقى شكله ايه? شاب بس قال حقوريك كل الوصفات بقى الشكل ده. ده بسكتة نعمة. بالشكل ده كده. نعمل ايه بقى فيها? نشوف مع بعض دلوقتي. نجيب المربة. نجوز الهند. نعمل معلقة مربة كده هنا. ونخفها بشوية ما يصغيرين قوي. وساعة بتيجي فيه مربة بتيجي خايفة كده لوحدها مش محتاجة ان انا خفيفها. اه كريمة مربة كده. واجيب طبعا وسع شوية الجوز الهند. ناخد البسكوت. ننزله في المربة. ناخدها كده على جوز الهند. كلها كده. مربة هنا خفيفتها دي. جيب شوك احسن عشان ما تشرش معايا مربة. تغطى كلها بقى بالايه؟ بغز الهند وتتقدم. يعني انت لو جايب مربة خفيفة ما تخفيهاش بقى خلاص. انما لو انا جايب بها زباني جايب بها كانت اينا لا ما علاقة مية حد ازبط الدنيا. ماشي. بطا اللحف طبق بقى ايه؟ التأديم. بس كده. بسكوتة سهلة بواسطة خالص. هقولها تاني عشان اللي حاب يعملها. ساعة الواحد ايه في الاول؟ شو مهم ما اعرف بقى. بس في الاخر لما ليش هكلها حلو ولا يقول لها ايه؟ جايب انت كنت كتبت الماء دي. انا عملت البسكوتة دي بايه؟ بتلت كبات من الدقيق. تلت بضات. نص كبات زيت. نص كبات زبدة. نص كبات الزبدة مع نص كبات الزيت. ندراهم الاول مع بعض. مع كبات ربع سكر بضرة. وبعدين نحط البيض ومعاه بشر اللمون. معلقة كبيرة بشر اللمون. بس مش مليانة قوي اشانا مرارش منك. وبعد كده. اه بنحط بقى الدقيق ومعاه البكنج بودر. نحط مع راشة ملح ده حاجة مهمة. نحط بقى طبق تاني عشان ايه؟ نطلع فيه. اللي بجوز الهند. اهدر اها وصوا كده. بنغرقها بنغرقها خالص جزهند كلها كده. مشكلة حلو ازاي ايه دي كده اسمها ايه اسمها ايه لا قولي اسمها ايه تاني ريش بوند ريش بوند صح اه ريش بوند ان شاء الله وان شاء الله يبقى صح يعني ان شاء الله طيب خلاص انا كده ايه هطلع فاصل دلوقتي عشان نرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض وصفات المغرب وفاصل ونواصل وان شاء الله والله الاستمدني والله ورجعنا من الفاصل ودلوقتي هنعم مع بعض الغريبة المغربي هم بيعملوها يعني في من ضمنها اللي هي بكاكاو ده نوع من عندهم بيعملوه هنعملوها بعد دلوقتي استقول نقول سؤال الحلقة ما هو رقم حمزة ابن عبد المطلب ما هو رقم حمزة ابن عبد المطلب اصد الله ولا سيف الله المسلول ولا زنورين هنتصل على 1775 او 999 175 او نبعث رسالة على 1775 لص مغفقين ان شاء الله نرجع بقى للمغرب وغريبة المغرب الغريبة اللي بكاكاو طبعا هي طريقة من طرقهم يعني فعندنا هنا بس كباية دي واحدة كباية كاكاو خام من غير سكر كباية سكر بودرة كباية سامنة بيضة او اتنين بس احنا اخو بيضة الاول معلقة من النشا بانيليا معلقة يعني بعملوه بالخميرة هم معلقة صغيرة من الخميرة نص معلقة بس صغيرة من الخميرة من عندنا الله سوف بعملوه هناك الغريبة بالخميرة طيب يلا بينا كباية كاكاو خام بسم الله الرحمن الرحيم لازم فرحني كباية دقيق بسم الله كباية سكر بودرة كباية سامنة سيحصل كباية دي كتير ليه كباية سامنة فانيليا ماكو فانيليا معلقة كبيرة نشا ماشي خميرة معلقة صغيرة مش مليانة ماشي غيربني نموه بكتير يبني هههههههههههههههه عد شنتة يعني بيضة بقا ماشي انا مستعد اي يبقى كده حطيت ايه كوباية تكاو كوباية دقيق كوباية سكر بودرة بيضة معلقة كبيرة نشا ماشي ومعلقة خميرة صغيرة دي احب ماء صغيرين كده مش غريبة مصرية دي تلوغضي ببار كشف ما هاتش قولي دي غريبة مصرية دي مش مصرية معلقة مية بس كده علشان الخميرة معلقة واحدة هاتش ابتل من كده وخدت بيضة واحدة خدت بيضة واحدة خدت بيضة واحدة بص بقى كده عبا جده ونعمة بتعمل كده وبعدين هم بقى بيحطوا ايه لوز عايز ان لكم البلاد العربية كمية اللوز اللي فيها غير طبيعي بيعملكم مية لوز رهيبة كدير جدا يعني وصفات قارتها فيها بيكيروا لوز بحالوا كده ماشي نعملها بالشكل ده كده سودانيا على قد الايد مغرب مصريين احنا على قد الايد في كل بلاد العالم دي الغريوة عارفين يعني الحاجات دي برضو بخليكم انتنوع في بيت المصري حتى يعني حتى لو المغرب يعني طبعا هم عارفين طرقهم حلوة جدا احنا ممكن مدال مسلا ما نعمل غريوة بيضة بس لا ناخد نعمل طرق من طرق المغرب ناخد منهم حاجة من دي حاجة حلوة جدا وبسيطة ومش مكلفة يعني هي زي بعمل حلوياتنا وما نكترش يسلا مدال ما نعمل مسلا كيلو غريبة عندنا من المصرية البيضة اعمل نصف كيلو غريبة من اللي هي بالشوكولاتة دي من كاكاو ونصف الكيلو ابيض يبقى انا وعتي تيجي بقى على العيد تبقى الترميزة مليانة اشكال اه يا قلينا كلها ما تكترش خالص بس مليانة اشكال بتبقى حلوة قوي قوي بقى بس دخل الفرن على مية وستين درجة بتقعد حوالي عشرين دقيقة بتقعد حوالي عشرين دقيقة بس كترش بس كترش غريبة سهلة بسيطة امه 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 نعم امه امه والكحكة اهو. هحط له بس ايه سكر بودر عليه. واللي حابب يسيبه كده يسيبه. انا بقول لكم ايه? يعني هما فيه ناس بتسيبه وما بيحطلوش سكر. وفو بيقدموه كده زي ايه? زي ما هو. انا شخصيا ما بحبش بالسكر. والله. انا بحب بوكله حادي كده. تمام? بس خلاص. فيا دول كاشة انا بقول لكم بس ايه? اعطيكو سكر ابقى اخلصت الكحكة كمان. انا طبعا انا عاملو كل الحاجات دي ايه? نسخة. شكرا. تمام? نكمل طبعا كل الكمية دي. دي بقى لو بتحتاج تخمر ولا اي حاجة بادخالها على الفرن على طول. انا بقى كفاية دول. كده. اضطها على مية و مية وسبعين درجة كده. اقل من درجة الكيف. ماشي? احط بها على البسكوت. على الكحكة بتاعنا السكر. للي حابب. حتينا هعسيبه كده مش هفرده. واحط السكر تبقى لقية على مصها ومصها. ما نقطرش زي ما اتفقنا في الحاجة خالص. هو شبه كحكينا قوي. بس بالعجوة. احنا يمكن في مصر هنا مش بنعمل بالعجوة. احنا عندنا هنا يا بنعمل بالملبن يا سادة يا بالعجبية يا بالمكسرات. لأ هم اغلبية البلاد العربية بحطوا عجوة جوه الواصل. تمام? بس كده. طيب هنتلع في واصل. وما نرجع نكمل وصفتنا. في واصل نواصل. وارجعنا من الفاصل. ودلوقت نقوم بمعد للسؤال الاول. وبعدين هنقوم بمعدة اكلة اسمها حرشة. مش اكلة هي مخبوزة. اسمها حرشة. طيب بس الاول نقول لكم. ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب. ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب. اسد الله سيف الله المسلول. زنورين. هنتصل على 1775 او 0909175 او نبعت رسالة على 1775. بالتوفيق ان شاء الله. الحرشة دي برا عن ايه. اه دي حاجة شبه القرص عندهم كده. بس بديه اسميد بس. بديه اسميد بس. ازاي. يعني عندي هنا. تلات كبايات دي اسميد. تلات كبايات دي اسميد. اه السكر رشة. مش مش ده كله. رشة سكر رشة ملح. بيضة. معلقتين زبدة. معلقة خميرة صغيرة. ولبن للعجن. بس. يبقى ايه تاني. تلات كبايات دي اسميد. رشة سكر رشة ملح. بيضة. مع معلقتين زبدة كبار. مع فانيليا. ومعلقة صغيرة من الخميرة. ولبن. لبن للعجن. بسم الله. تلات كبايات من دي اسميد. والفانيليا. رشة السكر. رشة سكر رشة ملح. ومعلقة صغيرة من الخميرة. ناشي. وقلبهم مع بعض. كده الايه. دي خلاص كده. الغريبة. كده تمام. يبتعود لها من العشرين لآه. او. في بقعتين كبار زبدة. هلحطوهم كده. نعم. حقه. خليه خليه بقه. ماشي ماشي. ادي كده ايه? ههه. وهجي متأخر بس شوية ماشي. ايه. ايه. تلات كبايات من دي اسميد. رشة ملح ورشة سكر. ومعلقة صغيرة. ومعلقتين كبار من الزبدة. هم هيسيحوا دلوقتي يا طريق طريق. بيضة. ولبان للعاجل. بتاخدش كتير بقى عشان دي اسميد لتو عارفينه ايه? ما بياخدش كتير. على طوب بيعجل. شوية صغيرين شوية صغيرين. تمام? بس سبها تخمر بقى وقالك بيعمل فيها ايه بعد كده? عارفين هم في ناس كتير هناك بيعملوها عطاصة. يعني بعد ما يفردوها ويقطعوها بيسو عطاصة. انا بسويتها بالفرن. عشان حاسيت ان هي سميكة شوية. بس هم لا بيعملوها عطاصة ويعملوها عن ناحيتين ومزبطانها جدا يعني. فممكن تجرب دي وتجرب دي ونشوف اللي يمشي معاك كويس عمليه. لأ احنا خلاص كده. بص خد قليل ازاي? انا شايف بكده ايه الزبدة محتاجة ان هي تسيح شوية. نيجي نعمل ايه? طيب حوريك العجلة طيب اللي هي جاهزة على مقجلة تخلص. معلقة صغيرة خميرة. هقول مقجلة من تاني. بص بس هان هنا في قطع الزبدة نشفة شوية. فمحتاجة ان هي تشتغل حبة. بص تبقى العجلة بالشكل ده. بعد ما تخمر تبقى بالشكل ده. تمام كده? انا هديها عشان هي تاخد راحيتها في العجل. او بعدين ناجد دي بعدين. بس هيت تبقى بالشكل ده. انا حطت هنا ايه? تلات كبايات دقيق سميد. تلات كبايات دقيق سميد. راشة ملح وراشة السكر. معلقتين كبار من الزبدة. معلقة صغيرة خميرة. وبيضة. وعجنت بالمي. غاية مي قليلة جدا. بس هنا بقى ما نيجي حتى نعملها بروش دي سميد. ما نيجي نفرد. مش بروش دي ابيض. دي سميد. هي تلاتها كده. حطينا لبن. معجلنا باللبن. بس قوي جدا ياه. افردها. وعصل ابيض بقى ده ممكن للوش بقى في الاخر. للتقديم. لبن اللبن. لبن. بس كده اهي. بس بها سميكة شوية كده. اهي. الحاجة من ده كده. فيها يعني حاجة مش برفحها زي العيش. وبعدين قطحها بالقطاعة. هايزين قطاعة. ممكن نعمل بجي. بتاعة الكحكة بالنحية التالية. باستغلها. طبع ممكن تعمل المقاس اللي انت ايه? عايزة. ممكن تعملي اكبر من كده. بروح حطاها في صانية ومسويها. او عطاسة زي ما ايه? آآ ناس كتير هناك بيعملوا عطاسة. ماشي? ببقى صانية. علشان دي كمان ليها ايه? ليها خطوة كده. يعني اسأل انا ما احطها كده. انا حتى هنا حط برضو تاني دي اسيميل كده. تحتيها. عارفين دي حلو قوي كمان اللي عندهم آآ حسية الامح. حلو قوي ليهم دي. موسيقى كده ممكن لو تحب تروش ان تعملي وشها بالبيد اعمليه. عايزة با زي ما هي كده وخلاص بس ونسويها وده طبعا كله بنجمعه تاني ونفرده آآ النص موسيقى كيلو او تلات كبايات دي اسيميل دول دول حوالي كيلو اللي ربع بتحيقني من دي اسيميل. بيعملوك طبعا يعني كمية دي حبة كتيرة. يعني قدها مرتين تلاتة. بس ودخلها الفورن. بالشكل ده. هو حلو جدا زي ما بتلكوا لمرضح حسسية الامح كمان. يعني هي حلوة كوصفة عندهم بيقدموها بالشكل ده. وحلوة بقى للي عايز يعمل حاجة اللي عنده حسية الامح. هتبقى ما فيهاش امحة خالص. ما فيهاش دي ابيض خالص. ولو ممكن تستغني عن البيضة كمان. آآ وحطي الخميرة بس وحطي مكانها آآ لبن. مش مشكلة لو فيه اي حسية من البيض كمان. بتققى بالشكل ده. بتققى من ده من حاجات العيد عندهم برضو. بقى رس الطبع. ونحط عند التقديم وعصر ابيض. هو بيعملو كده. وفيه بيستبوها زي ما هي كده. هادي الحرشة. هنا عندنا في مصر اكلة حرشة دي يعني اكلة مخلل كده وحاجات كده. ممكن بقى نحط ايه عصر ابيض عليها. كمان وهي سخنة كمان بتبقى حلوة جدا. يعني هي ممكن كده كون نشفت شوية معانا. انها موهية سخنة وقت نزلي عليها العسل فزيعة. مشي حب كده بس ايه. عشان تبقى معقولة. دي اللي يحب ياكل حاجة اه كغموس يعني هي عارفيني كأنها حاجة بغمسة كده. متى ما تبقى حاجة نشفة. دي كده كويس. تمام? بس كده. دي الوصفة اللي احنا عملناها بدي السميد بس. تلات كبيات دقيق سميد. عليهم رشة ملح ورشة سكر. عليهم بيضة. عليهم معلقة صغيرة من الخميرة. عليهم معلقتين كبار من الزبدة. وبعدين عجلناهم بشوية من اللبن. ما خادش لبن كتير خالص. عجلناها. سبناها تخمر. وبعدين فردناها دي السميد برضو. وقطعناها بقطعة. ورشتها من فوق شوية بدي السميد ودخلتها الفرن. وممكن لو حبيت تدهنيها بيض من فوق دهنيها. وممكن لو حبيت تمنيها عطسة كمان ادهنيها برضو. حطيها عطسة زي ما انت عايزة. بص بقى الغريبة بتاعتنا. جميلة ازاي. اتقوطة كده اتقوطة. نجيب لها بس طبق. نعمة جدا. انا بكده عملتها لكو برضو غريبة دي. بس بلطفشن هي مغربية. احنا عملناها كده كان ساعتها ايه كافتكاسة او كوصفة جديدة لحلويات العيد. وكمان هو بيعملوا ايه بقى بيرشوا عليها سكر بودرة. بس انا خلاش اكلها حلو كده. كفاية رشتلهم عالكحك. اناك كتير مش بيرشوا عالكحك سكر بودرة. اه فبلاش. خلاص. هعملكم بقى مرجع وصفة تانية. اه من حاجاتهم برضو هي يمكن غريبة شوية. بس ان شاء الله تعجبكم. خلاص. طيب. اه اوكي نطلع فاصل ولا ايه? والله ماشي تعني ان ترغب بغو سايبيني انا ارغي لوحدي هنا. طيب. خلاص دلو اطلع فاصل دلو رجع بعد فاصل نكمل وصفاتنا وفاصل انوص. يا شهر السيام ولا لسه بدري ولا يا شهر. على قد الايه دم البدري بدري والايام بتجري دم البدري بدري ورجع من الفاصل وهنامل بقى حاجة حلوة كده مغربي برضو بس يمكن غريبة احنا علينا قوي. ان احنا ما ندخل بطاطس جوه حاجة حلوة. يعني ندخلها في حاجات بسيطة او ان ما بديه. لا دي كلها عورة عن بطاطس. حاولك دلوقتي بس الاول نسأل الحلقة. ما هو لقب حمزة ابن عبد المطلب؟ أسد الله؟ ولا سيف الله المسلول؟ ولا زون نورين؟ هنتصل على 1775 او 0909175 او نبعة رسالة على 1775 بس كده. يلا بنا بقى. بصوا اتجع برا عن ايه؟ مفيش غير هنا بطاطس مسلوقة سخنة بطاطس مسلوقة سخنة سكر بودرة جزهند. يعني لو خدنا نص كيلو من بطاطس المسلوقة رحط عليها حوالي كباية سكر بودرة. كباية سكر بودرة. انا هاخد هنا ايه؟ دي لازد يكون سخنة. انا هلحق بس كده لما تبرد. عشان تدوب لي. السكر يدوب فيها. وهو السكر يدوب لي البطاطس. البطاطس دي مسلوقة او مهروسة او مبشورة. والسكر بقى هو اللي هيعومها. يعني النص كيلو عليكم باية سكر بودرة او اكتر شوية. كل ما تكون سخنة كل ما بتساعدك اكتر ان هي تسيح. كده احنا حطينا ايه؟ اعتبر كده كمية البطاطس. نصها سكر بودرة. نجي بقى على ايه؟ على جزء الهند. يقى معنا بوفرة كده. نبدأ نحط لغاية ما يمسك معانا. حلوة سريعة سهلة. باش اي حاجة خالص. عندي بس ايه حبة كريز ملونين كده حاجة فواجه مسكارة اي حاجة تديني لون حلو فوقيها فوق الشكل اللي هعمل دلوقتي. بس هو دي مكوناتها بطاطس مسلوقة سكر بودرة جوز هند. شوفت بقى العجب. نهو جوز هند حبة كويسين. كده ها. جاي بس اجيب نص كده جوز هند وافضل ايه جانبي كده ازود منه. دي متخشش فرن ولا حاجة. هي كده خرصت. وطبعا هنا السكر بقى المادة الحافظة بتاعتها هنا السكر. انها سكرها كتير. يعني كمية حتى كمية حبة البطاطس يعتبر قدهم سكر. يعتبر بس مش قدهم قوي يعني. كده كده السكر رجع يمسك نفسه تاني. بس كده اهي. هلا الجانت شرع فتصرف بقى معيها. انا كده عشان ايه اصيح بس السكر جواها. اه في عندنا هنا قالب زي ده زي قالب المعمول دوت. او اي قالب عندك او تكوريها. ساعة ده تاخد شكل يعني شكلها حلو. وما انكبرهاش ما تبقاش حدات كبيرة. تبقى حاجات ايه صغيرة. نحاول نزبطها من فوق عشان ما تبقاش لي هديه من فوق. كده. هي بتنشف بعد شوية. حاجة حلوة وسهلة سريعة. كل ما تسويها من تحت بقى احلى. ما تخلهاش ديل. شفت بقى حاجة حلوة بقى زيتها ازاي. بقى لكم في حاجات اه في البلاد العربية تحفة. يعني بالجزائر كمان وبلاد العربية كتير جدا. حاجة مش مكلفة خالص. انها بتلاقيها شيء قوي وبسيطة. يعني مسلا تجيوب وعملت دي. هايلة. جميلة جدا. ولا هيعرفه اصلا هي من مطاطس. يعني مش هم مش ياخدوا بلا ان هي دي مطاطس. هم هياخدوا ان دي حاجة حلوة وخلاص. بجزء الهند طبعا هو اللي غريب على طعمها والسكر. واحطرها تباشي تدوها بالكريزة الحامرة دي. مسلا طبعا اقطحها ايطا الصغير اللي نعملها صغير نونة جدا. كده ممكن اقطحها على اربعة. او الفواكه المسكرة يعني لو مش كريز. فيه الفواكه المسكرة. ماشي. هاو ازبط الحجم بتاعها. نعمل بس كبنين بالطبع. دي بان فيها كده. دي بطاطس مسلوقة. سكر بودرة. بطاطس مسلوقة. سكر بودرة. سكر بودرة. سكر بودرة. جوز هند. البطاطس المسلوقة تكون سخنة. وبعدين احط لها سكر بودرة. حوالي قدها يعني بس انا عمان. مش قدها قوي يعني. لو نص كيلو من البطاطس عليها حوالي كباية من السكر البودرة. وادوبها فيها. حلوة قوي زي ما شفتوا كده. وبعدين ابدأ اديها جوز هند. لغاية ما تمسك معايا. طبعا نص كيلو بصده كتير على فكرة جدا. انت ممكن تعملين بطاطساية واحدة بس. عشان ما تعملش كمية كبيرة. وخصوصا لما تكون لسا حاجة جديدة عليكي. ولسا بتجربيها. نقص الحاجة كده. سقدر يا بس. بتغذير البطاطس ده. بحق بحق. اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 اشت أكلف يا سيدي أكلف صديق على أدل إيل